السلام عليكم وشهب سنوية عامة اخباركو اي رب تكونوا بخير فيديو جديد من تاني ومعكم اخوكم زيادة والحصاري في فترة النهو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن كل كليات المرحلة التانية ولو انت جايب من 60% ل 80% تدخل اي و اي متاح لك بس بشارط لو انت اول مرة تتفرج عليها بتنساش تضغط لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ووالله بينا نشوف الفيديو بتاعنا السلام عليكم وشهب سنوية عامة المرحلة التانية اخباركو اي رب تكونوا بخير رجعت لكم تاني بفيديو جديد والجزء التاني من سلسات فيديوهات اعرف كليتك الفيديو اللي فات او الحلقة الاولى هتكلمنا فيها عن الكليات المتاحة لطلاب اللي جايبين مجموع 50% لحد 60% لعبنا في حوالي 10% كده والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب اللي جايبين المجموع ده لكن في فيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيتكلم فيه مع بعض عن الكليات اللي هتكون متاحة لكم كده الله بمرحلة تانية اللي جايبين مجموع من 60% لحد مجموع 80% ان شاء الله متاح لكم كليات جميلة جدا وفرص اه في كليات حلوة جدا هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة بس لو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنساش تلاقيك الفيديو ده والشراك في القناة بعد زر الجرس يا الله بنا نشوف هنتكلم نولقي مع بعض لو نفتكر مع بعض ان مجموع آآ ستين في المية كان من ميتين خمسة وخمسين درجة وقفنا عنده لكن مجموع آآ خمسين في المية كان حوالي ميتين وخمسة درجة من هذا ان شاء الله هنتكلم لحد مجموع للجيب تلتمية تلتمية تلاتين درجة او تمانين في المية نبدأ كده انا عند اخر حاجة كنا نقفل عنها في الفيديو اللي فات وهي عندنا هنا كلية اداب آآ معاهد آآ هندسية عندنا كلية اداب وحقوق آآ زي ما احنا شوفنا مع بعض وحزرنا من المعاهد في معاهد ممكن تكون بمصروفات ممكن كمان تكون بمصروفات غالية جدا فانت قبل ما تختار المعهد او قبل ما تفكر فيه لازم تشوف كويس جدا وتاخد بالك وتقرأ عنه في جوجل تبحث عنه وتشوف ده بمصروفات ولا لا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات كان متاح او معزم المتاح بيكون اغدابها معاهد مجموع خمسين ستين في المية وفيه كمان بعض الكليات اللي بتكون انتساب زي مسلا كليات الاداب وكليات التجارة وكليات الحقوق بتكون انتساب او مش بتروح وبتدرس ده مفهوم الانتساب لو محد كانش فاهم معنا كلمة انتساب آآ نيجي بقى عند ان شاء الله مجموع من مئتين خمسة وخمسين او ستين في المية اللي هيكون متاح حاجة برضه قبل ما نتكلم في فيديو بتاعنا النهاردة ان ده تنسيق سنة الفين واحد وعشرين السنة اللي فاتت يعني ان شاء الله تنسيق بتاع السنة دي اللي هو الفين اتنين وعشرين غالبا هيكون شبه ده الى حد ما مش هيكون هو هو بالزبط بس هيكون في نفس الرنج ده ممكن حط مثلا احتمال انه يزيد تلاتة اربعة في المية او انه يقل تلاتة واربعة في المية محدش يضمن اكيد ازا كان هيقل ولا هيزيد بس هم نعمل حسابنا في الرنج ده نبدأ بقى ان شاء الله من مجموع تلتمية ستة لخمسين درجة هيبدأ يظهر لنا معهد زي معهد فن صحي آآ في امبابة وفي اسوان والمعهد الفنية الصحية سبق وتكلمت عنها قبل كده ان هي بتاخد من طلاب علمي رياضة وعلم علوم على عكس معهد فن صحي بياخد علم علوم بس هنا ظهر معنا اول كليه التمريد وغالبا دي كانت اا اقل كليه التمريد في مصر هي كليه التمريد جامعة حلوان خادت من مجموعة تلتمية ستة وخمسين او حوالي تقريبا ستين في المية او ستين واحد من عشرة او ستين وكسور عشان تكونوا عارفين كليه التمريد جامعة حلوان كلية اقلي مية يعني مع بعضها هنشوف في كليات اخذة من تمانين في المية لكن حلوان اخذة من ستين في المية عادي بس اللي يخشها اللي في حلوان يجي عندنا هنا المعهد العالي لهندسة والتكنولوجيا في التجمل خامس. ده معهد بتاخد منه باكالوريوس هندسة عادي جدا زي زي مسلا هندسة عين شمس زي هندسة آآ اسكندرية زي اي كلية هندسة بس دي بمصرفات. وتتخرج على درجة مهندس عادي جدا. آآ في معاهد هنا معاهد فنية للترميم آآ فلوكسور ومعهد الاهرامات العالي ومعهد الجزيرة العالي. بس بصراحة المعاهد دي انا مش بنصح بها. لو بنصح بمعاهد هنصح بمعاهد فن صحي طلاب علم رياضة وعلم علوم. اول او تاني كلية التمريد معانا هي كلية تمريد جامعة الفيوم على عكس حلوان في فرق بينهم درجة. نبدأ نخش مع بعض كده وهيزهر معانا معاهد آآ عليا للهندسة. كلية زراعة لجامعة الزائزي علم رياضة. ويزهر اول كلية اعلام معانا لجنوب الوادي. من مجموعة آآ متين سبعة وخمسين. آآ هيزهر معانا كلية اداب بنها اداب الانتظام مش انتساب. نظهر معانا كلية اعلام وكلية زراعة. نظهر كمان كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة. ولسه موجود برضو كلية تجارة انتساب. ومعهد فن صحي رياضة اسيوت. عايز اقول لكم حاجة مهمة كمان ان آآ الناس اللي من مجموعة ستين ثمانين في المية هيبدأ يظهر لها المعهد الفني الصحي. آآ لشابة علم الرياضة بيكون قلال شوية لان المفروض ده بيترجط طلاب علم معلوم بس لهم قسمه معين في فن صحي. آآ كمان هنا معانا آآ تجارة انتساب بالسويس انتساب المنوفية. آآ تجارة انتساب العريش تربية فلا مبكرة الف ايوم. لقلب شوية مع بعض هيزهر لنا كمان كلية تمرية جامعة قناة السويس اللي موجودة في اسم عليا. مش كده بس كمان تجارة انتساب سوهاج تجارة انتساب برسعيد. انه كمان كلية زراعة جامعة المنصورة لعلم الرياضة ومعهد فن صح العلم الرياضة. وتربية الرياضة برسعيد وعين شامس كل الحاجات دي غالبا من طلاب علمي رياضة. نطلع مع بعض هنا هنبدأ نشوف الكلية التربية قناة السويس تربية عام. برضو لسه زراعة علم الرياضة كفر الشيخ تجارة انتساب بينها من تلتمية خمسة وستين. كل اللي عندنا هنا تجارة انتساب. عشان تكون عارفين كلية تجارة اعلى من كلية حقوق واعلى من اداب في المجموع. هي تجارة افضلهم في التنسيق او افضلهم في المجموع واعلاهم. واعلاهم فرص السفر والشغل كمان. عشان كده هنلاقي ان كلية التجارة ما نزلتش في المرحلة التالتة او ما فيش انتساب. انتساب بيبدأ مثلا من ميتين اه خمسة وستين او مجموعة تقريبا حوالي اه اتنين وستين او ستين في المية اقل لكلية التجارة. نزهرين عندنا كمان زراعة ضميات رياضة دار العلوم في المينيا كلية جميلة جدا برضو اتكلمت عنا في فيل الوفات. اه تربان اوعية المنصورة تربية اسكندرية رياضة. زي ما احنا شايفين المعظم الحاجات لطلاب علمي رياضة. عندنا هنا كمان كلية التمريد جمعة بنسويف. والناس ما تتخضش ان كلية التمريد او كلية التمريد اه تنسيقها او اقل من خمسة وستين. بس ده عشان الناس كتير ما عملوش اختبار القدرات. كانوا مفكرين ان هو بيكون بعد النتيجة. بس الاسف هو بيكون قبل النتيجة. فالناس كتير اه ناس كتير ما مدخلوش الكلية او ما يعرفوش كده. فالكلية تنسيقها قل. فان شاء الله كلية التمريد السنانية دي احتمال ترفع. برضه مش اكيد على حسب التنسيق. يزهر معنا بقى حاجات العلمية علوم فان التمريد الزقزيق فان التمريد اسوان. والمعاحد دي لازم نعطي طبعا اختبار قدرات. كلية الدار علوم اعلام رياضة برضو كلية التمريد جامعة عن شمس من متين تمانية وستين. نبدأ نطلع برضو لسا عند تجارة انتساب بجامعة تنطة. الدار علوم الفيوم تربية بنات. زراع عن شمس الرياضة برضو وتجارة انتساب. نبدأ نطلع يزهر لنا اول كلية علوم من مجموع كام متين وسبعين. كلية علوم دي جديد لطلاب علم رياضة. طيب يزهر عندنا هنا كلية اداة جامعة القاهرة متين وسبعين. اه تربية معية طنطة. علوم العريش. تربية طنطة. علوم المينيا. اه كل دول علم الرياضة. نبدأ نطلع كمان نلاقي هنا معحد فن تمريد اه جنوب الوادي وكلية تمريد جامعة اسكندرية. الاتنين من مجموع واحد. متين وسبعين. كلية تمريد من متين وسبعين في جامعة اسكندرية. وفن طب مريض في جنوب الوادي من متين اتنين وسبعين. طبعا ده مش مقياس. مش معنا كان المعهد احسن من الكلية. بس بالعكس هو الكلية كان جالها اعداد قليلة زي ما اتفادها مع بعض فبالتالي المجموع بتاعها قال التنسيق بيتحدد على حسب اعداد الناس اللي عادين يخش الكلية. مفيش حد يبعث لي ويقول لي هو التنسيق هينزل امتى? انا شوفت التنسيق ده. ده صح ولا ده غلط. ده مش مزبوط. التنسيق بيكون موجود اول ان شاء الله ما تكتب رغباتك ويجيلك وتعرف انت في كلية ايه? التنسيق بينزل. اقول لك مسلا ان كلية تماريز كندرية اخدت المجموع ميتين اتنين وسبعين. تمام? نبدأ نطلع مع بعض هنا لسه جارة انتساب كلية الزراعة تربية الزأزيق تربية نوعية. نطلع شوية كده مع بعض هيكون هنا معاهد عليا آآ للتكنولوجيا بمصروفات. مقتوب ده بمصروفات لو انت عايز تخشه اقرأ عنه واسمع عنه. هنا كلية زيارة آآ زراعة في اسيوت وزراعة مطروح لطلاب آآ الشعبتين. علم علوم علم رياضة. آآ على عكس بقى ما كان مكتوب قبل كده كلية زراعة رياضة. ده لطلاب آآ العلمي. يزهر هنا معانا كمان كلية تربية حلوان. زراعة قنص سويس خلاص ما عادتش رياضة ده لطلاب الشعب العلمي علوم. هنا اعلام القاهرة لسه ورد علم رياضة زراعة قدم الوادي. فن صحي ببن سويف وعلوم آآ برس عيد لطلاب علم الرياضة وفيه كمان فوق ان شاء الله نشوفه مع بعض والله بعلوم بشاوبة علمي علوم. هنا كمان فن طمريد المينية آآ علوم الفايوم قلناها مع بعض. نطلع مع بعض هنا. نبدأ نشوف علوم ضميات آآ رياضة. هنا المعهد الكلية دي العالي الحسب الالي بالتجمل خمس بالقاهرة وده بمصروفات. مع بعض هنا المعهد العالي لهندسة والتكنولوجيا في الزئزي. آآ زراعة المينية معهد تكنولوجيا بصريات تربية آآ طفولة آآ تجارة انتساب برضو زي ما احنا شايفين عند امتين وتمانين. طيب نطلع مع بعض لسه مستمرة معنا معهد فن تمريد وتربية العريش وحقوق آآ سهاج وعلوم بنها من طلاب علم رياضة وعلوم المنوفية من طلاب علم رياضة. الزهر علينا هنا كليتين كليت تمريد جمعة اسوان وكليت تمريد جمعة مطروح. كليت تمريد جمعة مطروح سنة الفين وتسعتاشر كتاخد من مجموع خمسة وتمانين في المية وده بالتنسيق القديم. في حين ان اعلى كليت تمريد في مصر سنتها كانت كليت تمريد جمعة طنطة اخدة من مجموع ستة وتسعين ونصف. شايفين في فرق حوالي عشرة في المية ما بين آآ كليت تمريد جمعة طنطة وكليت تمريد جمعة مطروح. وده مش معنا كده ان كليت تمريد طنطة احسن من مطروح. ولكن كده بالعكس. الفكرة ان الناس اللي في تنون وتسعتاشر دخلوا كليت تمريد جمعة طنطة كانوا كتير جدا. فبالتالي المجموع اخد من آآ ستة وتسعين في المية. في حين ان قليت تمريد جمعة مطروح العدد فيها كان قلال جدا. فالتنسيق نزل لحد خمسة وتبانين في المية. وده المعنى الحرفي للتنسيق او هينزل امتى او ازاي. فبالتالي هنا قليت تمريد جمعة مطروح مش اقل لقليد تمريد احنا شفناها. شفنا في الاول كده قليد تمريد. فمعنى كده ان قليل تمريد جامعة مطروح بدأ ناس او بدأ يكون اقبال عليها كبير فبالتالي مجموعها عالة. نشوف مع بعض هنا تمريد اسوان تمام زراعة اسوان تربية فلا مبكرة علوم كفر الشيخ رياضة زراعة جنوب الوادي علوم طنطة زراعة بنها. نطلع مع بعض هنا قليل حقوق جامعة المينيا اه وتمريد القاهرة ممسينة اربعة وتمانين وتمريد كفر الشيخ. كمان هنطلع عند اول قليل بتظهر عند مجموع متين خمسة وتمانين. بس سليلة الله بعلمي رياضة. نطلع مع بعض هنا تجارة انتساب مواجه دميات. اه تربية الفيون تربية اسيوت. لسه برضو مستمرين عند علوم رياضة. وعند تاني كلية تاني سبعة وتمانين. نبدأ نخش عند فنون جميل عمارة المينيا وفي اسيوت. وعلوم برضو رياضة زي ما اتفانى مع بعض. نطلع كده مع بعض ونشوف تربية سوهاك زراعة. لسه لحد الان ما شفناش كلية تجارة اه انتظام لسه اول واحدة قدامنا هي التجارة مدينة السادات من متين اتنين وتسعين مش تجارة انتساب. اه نبدأ نشوف مع بعض كده عند تربية عن شمس ظهر عندنا كلية اعلام جنوب الوادي. دي اعلام للشعبتين. مش لشعبة علم مريضة زي ما شفنا. دي اول شعبة اعلام لطلاب علم علوم. اه والشعبة الادبية كمان كلية اعلام جنوب الوادي. ظهر عندنا تجارة عين شمسي كمان. لكن هنا قالت في عين شمس للشعبة الرياضية او الشعبة الهندسية. عندنا كمان تجارة اسوان تجارة بنها وهيبدأ يظهر بقى معنا غناطول كليات التجارة العادية جدا. اه الانتظام مش انتساب. اه فن صحي رياضة تجارة القاهرة فن صحي انبابة تجارة اسكندرية. تجارة اسيوت برسعيد طمريد بنها وزراعة دومياط وزراعة اسكندرية وضمن هو. كده تقريبا دخلنا عند مجموع اه تقريبا عند تلاتة اه وسبعين في المية. اه وده مجموعة تلتمية واتنين. طيب نقش مع بعض هنا بقى عند ايم مجموعة تلتمية في المية او تلتمية واتنين او تلتمية بالزبط. عندنا اعلام بنسويف تجارة طنطة حقوق الزعزيق. نبدأ نطلع مع بعض كده ونشوف هنلاقي كلية تجارة جامعة دومياط والسن كفر الشيخ وفن طمريد المنصورة. نطلع مع بعض كمان ونشوف فن صحي رياضة طنطة. كلية الملاحة وتكنجي الفضاء لعلم رياضة. فن صحي رياضة المنصورة. زراعة المنصورة. حاسبات ومعلومات اول كليات حاسبات تزهر لطلاب العلم الرياضة من مجموعة تلتمية وتمانية او تقريبا حوالي خمسة وسبعين في المائة. اه نبدأ نطلع مع بعض نشوف تمريد اسيوت اه تمريد جنوب الوادي اول كليات اقتصاد والوم سلاسية لعلمي رياضة. من مجموعة تلتمية وتسعة. نطلع مع بعض تمريد المنية حاسبات ومعلومات رياضة. اه زراعة دومنهور تربية دومنهور حاسبات ومعلومات الفيوم. كل طبعا طلاب العلمي رياضة. فن تمريد طنطة. اثار الفيوم من الكليات الجميلة جدا. فن صحيه قسيوت. كلية اعلام جامعة القاهرة. دي القاهرة. لسه برضي الحاسبات موجودة تمام. نطلع عند اول كلية فنون تطبيقية جامعة مناثويف. وسبعتاشر. اثار دوميات حاسباتهم معلمات دوميات. اه فنون تطبيقية دوميات من تلتمية وعشرين. معهد فن صحيح برسعيد فن صحيه اصوان من تلتمية اتنين وعشرين. اه نطلع مع بعض هنا هنلاقي فيه تمريد المنفقية كلية تمريد وكلية تربية المنصورة واسار دمياء تمريد الزازية تمريد دمنهور آآ عند علوم البترول والتعادين فن صحي عسار وسمكية فن صحي هندسة آآ الطاقة او كلية هندسة بصلت عندنا هنا المجموع آآ آآ تمانية وسبعين في المية هندسة اسوان هندسة المينيا هندسة جنوب الوادي هندسة آآ آآ سهاج من طبعا ما يقللش من كلية هندسة كلية عظيمة جدا آآ بس هنا موجود عندنا المجموع من تسعة وسبعين في المية او كلية هندسة تظهر عندنا موجودة مرحلة تانية لان هنا كمان هندسة آآ هندسة الالكترونية المنفية بنسويف هندسة الفيوم آآ وهنا كمان آآ متين تسعة وعشرين اثار الزازيق تمريد ضمياط اخر حاجة من مجموعة تلتمية وتمانين او تلتمية وتلاتين سوري آآ او آآ من مجموعة تمانين ونص في المية كده نكون نتكلمنا عن الكليات المتاحة من مجموع ستين حالي تمانين في المية لو هتقول لي رشح لك ايه فزي ما احنا شفنا هنا في فن صحي للشعباتين علوم ورياضة في كلية تمريد وفي طبعا فن تمريد كمان في كمان آآ حاسبات ومعلومات في كمان كليات آآ اثار في تجارة في آآ فن صحي بارضة زي ما تكلمنا مع بعض آآ في دار علوم آآ في كليات علوم لطلاب آآ علوم رياضة في كليات جميلة جدا ده تنسيق الفين واحد وعشرين تنسيق ان شاء الله السيناري الفين اتنين وعشرين بتاع ضفعة التابلت دفعتكم هيكون غالبة في نفس الرنج ده بس حط من اتنين لتلاتة في المية يا زيادة يا نقصان في التنسيق او في المجموع حاول تشوف كده الفيديو ده من تنين وتراجع وتشوف ان شاء الله انت ممكن تقبل في كليات ايه الفيديو النهاردة خلص اتمنى ما كونش طولت عليكم اكتبوا في الكومنتات حبينا نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية وان شاء الله نصور مع بعض وبكده يكون فيديو النهاردة خلص لو انت استفدت من فيديو النهاردة ما تنسيش تدعب نبلايك الفيديو ده واشتراك في القناة عشان نوصل لخمسين الف مشترك في قرب وقت واستنوا ان شاء الله كليات من تمانين لحد تسعين في المية وشكرا